تقديم ملف محكم بالصياغة في من الأدلة ما يثبت بأحقية مصر في استرداد طابع الموضوع لم يكن سهل على الإطلاق حقيقة كان فيه مجهود كبير جدا بازلوا أعضاء لجنة التفاوض في جمع الوثائق والوثائق الصحيحة اللي بتثبت بالفعل أحقية مصر في هذه الأرض عشان لما نلجأ لتحكيم الدولي نسترد الأرض بهذه الوثائق طبعا اللجنة كانت فيها ناس كتيرة وكانت بتضم خبراء من كل التخصصات لعمل هذا الأمر طبعا احنا بنتكلم فيه خبراء سياسيين وخبراء استراتيجيين ومتخصصين في الجيولوجيا والتاريخ وخلافة ومتخصصين في النزاعات أيضا بعد توقيع مهد السلام الحقيقة بين مصر وإسرائيل إسرائيل تلكت فيه عملية الانسحاب ورافضت كمان الانسحاب من أرض الطابع ووفق المادة السابعة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أي خلاف في تطبيق المعاهدة يجب أن يتم حله عبر المفاوضات وقواعد القانون الدولي وده ما أقرته المادة نصل الاتفاق المؤقت اللي وقعوا الطرفين عن عدم قيام إسرائيل ببناء أي إنشاءات جديدة في المنطقة الحين فض النزاع ورغم ده افتتحت إسرائيل فندق سونستة طابة في 15 نوفمبر من عام 82 وعلنت أيضا بناء قرية سياحية وده يعتبر انتهاك للقانون الدولي ومحاولة من الجانب الإسرائيلي بفرض سياسة الأمر الواقع في القضية منه أكيد كان في الوقت ده فعلا إسرائيل بتحاول تفرض سيادتها على طابة من جديد وده اللي رفضته مصر بشكل تام فكان لازم اللجوء للتحكيم اللي تم الاتفاق بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي في الوقت ده المباحثات ابتدت بين الجانبين وانتهت إلى التوصل لمشارطة التحكيم اللي توقعت في سبتمبر 1986 وكانت مهمة المحكمة أنهم يحددوا الحدود أو مواقع النقاط والعلامات اللي حصل عليها خلاف يمكن في عدد كبير من العلامات نقدر نقول بعدها صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة موجود فيها عدد كبير من الخبراء عايزين ما ننساش أسامي الأبطال اللي جهدوا وحربوا علشان ينتصروا يا شازلي في المعركة دي هنقول إن كان وقتها مشارطة التحكيم برئاسة نبيل العربي ممثل الحكومة المصرية قدام هيئة التحكيم في جناف وحقول كمان أعضاء اللجنة كان من وزارة الخارجية مع كامل الاحترام وكامل الاحتفاظ بالألقاب إبراهيم يسري بدر همام حسن عيسى أحمد أبو الخير محمود عثمان عز الدين عبد المنعم وجيه حنفي أحمد فتح الله محمد جمعة حسين مبارك محمود سامي فايزة بنجا أحمد ماهر مهاب مقبل وماجد عبد الفتاح ده الجزء اللي كان مسؤول عن الملف كان فيه كمان خبراء من وزارة الدفاع لحد ما جيه تاريخي منا طبعا بعد مجهودهم الكبير لحد ما جيه تاريخ 29 سبتمبر من عام 88 وأقرت المحكمة الدولية بحقية مصر في أرض طابة وساعتها الجانب الإسرائيلي لم يكن يتوقع أن ننفوذ بهذه المعركة الدبلوماسية رغم علمهم ويقنهم بأن أرض طابة هي أرض مصرية خالصة وكانت فيه محاولات إسرائيلية لتحريك أماكن الحدود وإحنا عارفين طبعا الاختلاف على النقاط الحدودية التلاتاشر اللي موجودين في رأس النقبة بالإضافة إلى النقطة 91 واللي كان عليها مشكلة كبيرة جدا لأنه الجانب الإسرائيلي أزال هذه النقطة من مكانها تماما عشان ما تبقاش موجودة لكن رجعنا لاتفاقية 1906 اللي وقعتها مصر لما كانت تحت حكم الدولة الأثمانية سوريا في هذا التوقيت لما حصل خلاف مع القوات البريطانية الموجودة في مصر لمحاولة سفينة بريطانية الرسو في أرض طابة رفضت القوات العثمانية فتم توقيع اتفاقية توضح حدود مصر في هذا التوقيت مجهود كبير عشان نجمع الأدلة بالإضافة إلى مساعدات دولية أيضا يغزلا في عرضة مجموعة من الصور لضباط كانوا مشاركين فيها القوات الدولية في هذه المنطقة التقطوا صور لهم وهم موجودين على أرض مصر لحد ما تم نطق بالحكم في 88 تحديدا في 29 سبتمبر الساعة 2 الضهر بالمناسبة على حاجة كمان تم استخدام أدلة من جانب الإسرائيلي القيادة المصرية في الوقت ده واللجنة المصرية شازلي اعتمدت على مقالات كان الجانب الإسرائيلي نشرها في أكتر من مكان بيقولوا فيها نصا لقد سرقنا طابة من مصر فهم اعتمدوا على المقال واعتمدوا كمان على الأصل وتم استخدام أدلة من كلامهم ده صحيح وكمان قدرنا أن احنا نسترجع أرض طابة بمجهودات ومساعدات جبارة من أهالي سيناء ساعدوا القوات المسلحة وساعدوا أثناء الحرب وساعدوا أيضا الوفد التفاوضي في جمع الأدلة عشان في النهاية نقدر نحن نسترد أرض طابة وبالفعل حصل الكلام ده زي ما قلنا لحضراتكم في 19 مارس من عام 1989 كان عندنا هيئة تحكيم دولية تضمنت خمس قضاء وكان النطق بالحكم زي ما انت قلت يا شازلي الساعة اثنين الدهر النطق بالحكم كان بإجماع اللجنة أربع قضاء ضد صوت واحد وهو كان القضية الإسرائيلية ولكن أربع قضاء أقروا بحقية مصر في طابة انتصار قانوني كبير جدا وانتصار دبلوماسي عظيم للدبلوماسية المصرية أبهر العالم كله أن ما بيحصلش أبدا في التحكيم إجماع من كل القضاء على حكم واحد